وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل حجابه النور وفي رواية حجابه النار وفي لفظ قد احتجب بسبعين حجابا حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار لو كشفت حجابا عن وجهه لحظة لا أحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى ومعرفته سبحانه وتعالى تقتضي إجلاله وتعظيمه وتكبيره سبحانه وتعالى في نفوس المؤمنين ولذلك كان من أول ما خاطبنا به في ذالية سورة أنزلت وقوله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَذِيَابَكَ فَطَحِّرُ وَالْرُجْزَ فَهْجُرُ وَلَا تَبْنُمْ تَسْتَكْفِرُ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرُ إنه قال وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ تعظيم الله جل جلاله في النفوس هو مقتضى معرفته فإذا عرف الإنسان نفسه بالضعف والعجز والصغر والمرض والموت والفقر والمذلة والهوان والحاجة إلى المخلوقات وغير ذلك من الصفات فليعرف ربه بخلاف ذلك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو سبحانه وتعالى الأول الآخر الظاهر الباطن السميع البصير وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يدرك المخلوقون كونها ذاته وإنما يعرفونه بصفاته التي أذنى بها على نفسه فإنه سبحانه وتعالى يقول في الثلاء على نفسه في أعظم آية من كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفوهما وهو العلي العظيم وأذنى على نفسه في مفتتح كتابه في أعظم سورة في القرآن في قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى قسلت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأب فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عمدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عمدي وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله فوقوض إلي عمدي وفي لغو مجدني عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأب فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأب فإذا قال العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأب وكذلك معرفته بأسماءه الحسنى فإنه سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصدر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويقول سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فحال لما يريد وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسمان مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وفي أحادث أخرى جاء عد بعض هذه الأسماء على اختلاف الروايات هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم العزيز الجبار المتكبر الخالق المالئ المصور الغفار القهفار الوحفام الرزاق الفتاح العليم القابط الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل النطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت وفي رواية المغيث الحصيب الجليل الكريم والرقيب وفي رواية القريب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين وفي رواية المبين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد وفي رواية الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الماطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرهوه مالك الملكذ الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباق الوالث الرشيد الصبور وفي رواية الحنان المنان أسماؤه سبحانه وتعالى في غاية العظمة والجلال وهي مثبتة لصفاته العلا سبحانه وتعالى وكذلك معرفته بتدبيره لهذا الكون وتصرفه فيه فلله الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن هداهه بفضله ومن أضلهه بعدله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء يرزق من يشاء ويحرم من يشاء يهدي من يشاء إلى الإيمان ويحرم من يشاء فيتردى في شراك الكفر والشرك والنفاق يوفق من يشاء لطاعته يهب ما يشاء لمن يشاء يداه صحاءان بالعطاء الليلة والنهار لا تغيظان وهذا كله نعرف به ربنا سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته وكبرياء